اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب أحاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على عدد من أبرز المشروعات العلمية للجامعة وذلك خلال لقائه بالدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ونوابه وعدد من المسؤولين ضمن مواكبة سموه الدائمة لكافة المستجدات في الشأن الأكاديمي لسيما ما يتعلق بجامعة الشارقة اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على عدد من أبرز المشروعات العلمية للجامعة وذلك خلال لقائه بالدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ونوابه وعدد من المسؤولين واطلع سموه خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه بالجامعة على تقرير حول مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية والذي يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية والمعرفية للأفراد والمؤسسات وتعرف سموه على عدد من المشروعات البحثية أبرزها مشروع تحضير الخرائط الهايدرولوجية لتقييم مخاطر جريان الأودية والفيضانات في إمارة الشارقة ومشروع تطوير نموذج أولي لنظام استشعار وإنذار مبكر ذكي لمراقبة الفيضانات ومشروع إدارة المخاطر الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كما استمع سموه إلى عدد من مبادرات الخدمة المجتمعية التي قدمها المركز ومنها دعم كبار السن خلال فترة التأثر بالأمطار وتطوير برامج لتدريب المتطوعين وخطط الاستجابة للكوارد وعقد ورش عمل مع عدد من الهيئات الحكومية كما اطلع سمو نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة أيضا على مشروع بناء حرم جامعي ذكي ومتكامل مع الذكاء الاصطناعي يهدف إلى دعم تحقيق الأولويات الأربعة لخطة الجامعة الاستراتيجية 2024-2030 حيث تسعى الجامعة لتحقيق التميز في أربعة مجالات الرئيسة هي التوطين والرقمنة والمشاركة العالمية وريادة الأعمال ويهدف المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي في الجامعة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات انترنت الأشياء ما يخلق بيئة تعليمية ذكية تستجيب لاحتياجات المجتمع الجامعية ويسعى المشروع أيضا إلى تحويل المباني إلى مباني ذكية موفرة للطاقة باستخدام التوأمة الرقمية ما يسهم في تعزيز بيئة العمل والتعلم وتقليل التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى العمل على تحسين أنظمة النقل من خلال استخدام العديد من التقنيات ويدعم المشروع مبادرة التوطين من خلال تقديم فرص تدريبية وبحثية متقدمة للطلاب الإماراتيين وعضاء هيئة التدريس مما يعزز المهارات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعتبر المشروعات الذكية التي يشملها الحرم الجامعي الذكي نماذج أولية تجريبية تم تطويرها في جامعة الشارقة تشمل مجالات كالتوأمة الرقمية لمواقف السيارات والنقل الذكي والأمن والخصوصية الذكية والذكاء الاصطناعي التفسيري